الكرة بكرة يعني ايه؟ كرة كل هاجمة تيجي هنا او هنا فهي دي مشكلة كرة اليد فعشان كده لازم يكون الفرق اكبر شوية عشان نبقى متطمانين تلات اهداف يا رب ان شاء الله عندنا فريق يحافظ وعندنا حارس مرمى مبارح بصراحة اعتقد انه هيبقى احسن حارس البطولة يعني مبارح مطلع تلاتين اربعين كورة بايه انفرادات وبتاع انجولا ده عندهم رقم خمسة وسبعين ده سجل اربع اهداف اربع اهداف ما قرى بعض اول وثاني وثالث ربع هو الوحيد اكينا ما فيش حد بيلعب غيره لعيب عنده 17 متر طوله 17 متر اطول من العرضة بتاعت الجون اوالله لعيبة بتاعت تونس فريق صعب جدا ولكن مهم انه فيه تلات دول يعني يا رب احنا مصر وتونس واللي هنبقى فيه المفروض مع رش الجزائر والمين اللي فاز النهاردة الدولة التالتة اللي تكون نتمنى ان تكون الجزائر يعني لو ريت حد من الزملاء يقول لي هل الجزائر هي اللي حصلت مركز الثالث اوالله لأ عشان نبقى عارفين من الدولة التالتة اللي هي تصعد كمان لكاس العالم بطولة افريقية مصر احتضنتها على مدى عشرة ايام من يوم 21 او من يوم 20 يناير طبعا واختتمت اليوم ورئيس مجلس الوزراء يشارك اليوم ويحضر نهاردة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لتسليم كأس البطولة ان شاء الله يسلمها لفريقنا باذن الله دعواتكو للمصريين دائما بالفوز وبالانتصار وده شعبنا العظيم ومشاركة رائعة جدا حتى الافرقة بيتكلموا حتى الناس اللي كانوا بيتابعوا عن مشاركة المصريين مشاركة في مشاركة لجمهير ولكن هي جميل اكتر بتبقى حضرة في مطشات اللي فيها مصر طرف احنا فزنا في جميع المطشات يعني مفيش مطش فيتها الحمد لله يعني جميع مطشاتنا فزنا بهم فيهم اه يبقى انجولا اللي صعدت النهاردة للأسف يعني كنا نتمنى الجزائر الشقيقة تكون معانا النهاردة يبقى ثلاث دول عربية ممثلين في كاس العالم ولكن انجولا هي اللي فازت على الجزائر واصبحت انجولا هي رقم ثلاثة ممثلة في كاس العالم العام القادم في فرنسا بإذن الله كنا نتمنى كان يبقى حاجة يعني عظيمة وكنا نبرح بندعو ان يبقى الجزائر كمان موجودة مع مصر ومع تونس روح العروبة والاخوة انه جزائر تبقى كمان لكن يعني فريق الجزائر كمان فريق محترم واحنا كنا فزنا عليهم في مباراة الافتتاح منتظرين النتيجة باقي وقت قديه قلولي عشان يعني واحنا موجودين كده قبل ما ننتقل للجزء والنتيجة كام لسه عشرين سبعتاشر يعني لسه زي ما احنا يا مساهل قدينا هنتابع مع حضراتكو مباراة مصر وتونس في نهائي كرة اليد وعايز يقول لحضراتكو كمان من الحاجات النهاردة معرض الكتاب معرض الكتاب وفتتح يوم الخميس